يعني من الفريق عبد المنع نبيل نروح لبطل آخر من أبطال حرب أكتوبر العظيمة والوقت كان حرب محمد سعد مأمون وهو أحد أبطال حرب أكتوبر وكان وقتها بيشغل منصب قائد الجيش الثاني الميداني وكان ليه دور كبير في تحقيق النصر لأن قوات الجيش الثاني الميداني كانت في طليعة القوات المصرية وده كان في وقت اقتحمت فيه ودمرت خط برليف ويصدد كل الهجمات المضادة اللي قامت بيها قوات العدو وتعالوا انتبع تفاصيل من خلال هذا الفيديو اللواء أركان حرب سعد مأمون قائد الجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر ولدى اللواء أركان حرب سعد مأمون في الرابع عشر من مايو عام 1922 والتحق بالكلية الحربية وتخرج فيها ضابطا بسلاح المشاه اشترك في حرب اليمن وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 1973 وتدرج في المناصب القيادية بسلاح المشاه حتى وصل إلى قائد الجيش الثاني الميداني أكبر التشكيلات القتالية بالجيش المصري قاد الجيش الثاني الميداني أثناء حرب أكتوبر وكان له دور بارز في تحقيق النصر حيث كانت تشكيلات الجيش الثاني الميداني في طليعة قوات الجيش المصري التي اقتحمت وضمرت خط برليف واستولت على رؤوس الكباري شرق القناة وصدت جميع الهجمات المضادة التي قامت بها قوات العدو وبعد انتهاء الحرب وتحقيق النصر عين لواء سعد مأمون محافظا للقاهرة من عام الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وحتى عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين ثم وزيرا للحكم المحلي ورقي في عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين إلى رضبة الفريق وفي الثامن والعشرين من أكتوبر عام الفين فاضت روح البطل إلى ربه تاركا خلفه تاريخا ثريا من البطولات والإنجازات تاريخا ثريا